ولسه بحس بي جنبي في كل مكان وسوتك في المكان بير بفضل تضحيات الشهداء يعيش الوطن في أمن واستقرار منطلقا نحو البناء والتنمية لذلك كان التقدير المتواصل من الدولة ووزارة الداخلية لهذه التضحيات والحرص من القيادة السياسية على تقديم الدعم والمساندة لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن وزارة الداخلية دايماً بتوفر لي مرحلات وكده علشان أكون مبسوطة أكتر وحسن بوبايا قاعد معي نشكر جداً سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي على الرحلة اللي عملها لنا الجميلة دي للمضحف المصري وحرفان بنستنى الرحلات دي من السنة للسنة بنروح أماكن سياحية وبيجي معنا الزباط طبعاً الزباط اللي بيكونوا مرافقين بينا بيحسسوا الأولاد كأن فعلاً باباهم موجود بالنسبة لأب والأم بيحسوا كأن أولادهم لسه موجودين ما فقدوهمش بقى مبسوطة جداً والزبط أو الزبطة من دول ماس كابني أو بنتي وماشين مع بعض مرافقين بيهم وبيفسحوهم ويستوروا معاهم ويلعبوا معاهم أنا ربقى مبسوطة جداً تعلم رايس عبدالفتاح السيسي هو اللي بخلينا جوزي ما ماتش وعياني مش يوتم وأنا مش أرمالة وحقه ما رحش ده ربنا وعده بالجنة ولي يلفط عشان بنقب ملغش بيت أبويا ما ماتش أبويا شهيد في جنب دوحي رجال الشرطة كلهم معاوذين ولادنا عن عدم وجود الشهيد اهتمامهم ورعايتهم في مدارسهم وفي دراستهم وفي القاب كل الحاجات الترفيهية في كل المناسبات هما معينا اليوم النهاردة جميل جداً ولادي والأسر الشهداء كلها مبسوطين أحب أشكر وزارة الداخلية على سعابها معينا بصراحة ويعني اهتمامها بأسر الشهداء وبحب أشكر قوي 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 الرئيس لإني هو بصراحة قد ترقال في خيره مش سيبنا ومهتمي بينا قوي أنا أحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بيخرجنا في أمكانها زي دي بيوديه في أمكانها زي دي عمري ما رحناها لا تمر مناسبة إلا وكانت أسر الشهداء حاضرة تتشارك هذه الاحتفالات ووزارة الداخلية سباقة دائماً نحو وضع أسر الشهداء في مقدمة اهتماماتها تستحبهم في زيارات إلى الأماكن الأثرية والسياحية ليستمتعوا بأجواء من البهجة والفرحة كجزء من رد الجميل لهذه الأسر التي تحملت وضحت وصبرت ليستقر الوطن موظف جداً أن أنا روحت ملحف مصر كبير وزورت الأهرامات وشفت أبو الهول ووزارة الداخلية دائماً سندانا دائماً متفرحنا ووزارة الداخلية بتفسحنا وتعملنا رحلات عشان تعودنا عن بابانا لا يرحموا وبيخلوا الزباط بقى جنبنا زي بابانا لا يرحموا إشادة كبيرة من أسر الشهداء بالدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وبالتواصل المستمر معهم على مدار العام لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها فهم أمثلة على القيم النبيلة والتضحية والشجاعة فهذه الأسر هي مصدر الإلهام والعزيمة جمعونا كل سنة وبيحسسونا أن احنا أسرة واحدة معاهم وأننا ما بنحتاج أي حاجة بنلجأ إليهم شكرين أفضلكم جميعا على الاهتمام بنا وأسر الشهداء وتحرص وزارة الداخلية دائما على استحاب أسر الشهداء إلى أندية الشرطة وإقامة الاحتفالات معهم بهدف تكريمهم وهو ما يعكس تقدير الوزارة لتضحيات الشهداء والتزامها الدائم بدعم أسرهم وشهدت هذه الاحتفالية حضورا لعدد من الشخصيات العامة التي حارصت على الحضور لتكريم أسر الشهداء ولسه بحس بي جمبي في كل مكان وسوتك في المكان بيرن ولسه بحن تهدف هذه الفعاليات إلى تقليد ذكرى الشهداء الذين سطروا بأرواحهم وتضحياتهم استقرار الوطن وتكريم أسرهم لطعمق روح الولاء والانتماء الوطني وترصيخا لقيم التضامن مع هذه الأسرة اهتمام واضح توليه القيادة السياسية لأسر الشهداء في هذا الإطار فإن وزارة الداخلية تقدم الدعم والمساندة لأسر شهداء الشرطة في كل المجالات وفي كافة المناسبات في تأكيد واضح على أهمية التضحيات التي قدمها آباءهم في سبيل استقرار وأمن الوطن عبدالله بركات التلفزيون المصري